بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومحضراتكم ويوم جديد من أيامنا في زمال كاوي وطبعا يوم حزين ومازالت الأمور يعني مش لإلا تفسير ومش لإلا منطق لكن من المنطق الوحيد في الموضوع ده أن نادي الزمالك أكبر من الكل وأكبر من الجميع ونادي الزمالك هو اللي هيفضل وهو الباقي للكل عشان يبقى كل واحد حاطت بس نادي الزمالك واسم نادي الزمالك وكان نادي الزمالك فوق أي اعتبار وفوق أي حاجة لكن اللي بيحصل من لعبتنا يعني بصراحة مش لإله مبرر ومش لإله تفسير دعم ودعمنا وفي دهرك ووقفنا مسندة وسندنا لكن مستنين إيه تاني أو عايزين إيه تاني القرى في ملعبكو وللأسف لحد مبارح وأنا وضيوفي وكنا كلنا بنتكلم أنه كل واحد من جميعنا هذه الزمالك يكتب لكو بسط ويكتب لكو تغريدة ويكتب لكو رسالة دعم أنتو النهاردة كلكم مطالبين أن أنتو اكتبونا رسالة اعتذار أقل حاجة وأنا عن نفسي واحد من الناس أنا في المنظومة دي وما دام في المنظومة دي بفرح في الفرح وبازعل في الحزن وبشيل مسئولية مع كل الناس اللي بتشيل محدش بيارب مننا من الأول رئيس النادي لحد أصغر واحد في المنظومة ما بنتهربش وما بنخافش وما بنستخباش وما بنرضاش نطلع لا بنتلع وبنواجه وهدينا مع حضراتكم ومعايا كوكاب هقدمهم لحضراتكم دلوقتي من ديوف الكرام بس عشان أنا هتكلم دي اقتين وبعد كده هم هيتكلموا على مدار التلات ساعات ما بنخافش وبنتلع وبنتكلم في الإخفاقات وفي المشاكل وفي الأزمات هتلاقينا موجودين غيرنا ممكن يجي يأخذ اللقطة ويمشي لما يبقى فيه فرحة ويبقى فيه احتفالية ممكن يطلع احنا لا احنا لا عشان احنا واقفين مع كيان وواقفين مع نادي كبير اسم ونادي الزمالك وان كان حد زعلان فمشو بقى فيه حد زعلان اكتر مننا لان احنا في الأول وفي الآخر طلعنا نزلنا موجودين مش موجودين شغالين مش شغالين في منظومة مش منظومة احنا جماهير احنا جماهير بل على العكس بقى احنا في المطبخ وعارفين ايه اللي بيحق ضد نادي الزمالك فحزننا وزعلنا بيبقى قد حضرتك مرتين وتلاتة فما تفكرش ان احنا منفصلين عن بعض اوعى تفكر انت كجمهور انت منفصل عن ادارتك اوعى تفكر ان انت كجمهور منفصل عن منظومتك عن اعلامك عن قناتك عن فرقتك عن جهازك الفني احنا كلنا حاجة واحدة بس احنا مشكلتنا الأزالية واللي هتفضل مشكلتنا هي الانقسام احنا منقسمين منقسمين على نفسنا وهو ده اللي بيخلي غيرنا وبيخلي عدوك وبيخلي المنافس بتاعت اللي هو يتحكم وان هو يبان ان هو اقوى ناكم هو مش اقوى هو بيتساعد انا بتساعدش هم بتساعدوا انتوا بتتساعدوش بس احنا بنساعدهم على ان هم يتساعدوا بنقسمنا احنا على نفسنا عادي انا مؤدر زعل كل واحد ومؤدر تعبير كل واحد عن زعله وعن غضبه رحتك بس نادي الزمالك نادي الزمالك خد بالك من نادي الزمالك خد بالك ان هم هو مش مركز على ان هو ينهض قد ما هو مركز على ان هو يجيبك انت الارض فمش عايزين نبقى معه ولفقديهم يهدوا بين يهدوا او نهد معاهم لان هم هم كده كده مش هيسبوك في حالك وديكوا شايفين كرة القدم بقت استثمار وبقت صناعة واهم عنصر في الصناعة دي ان يبقى معاك راس مالك وبقى معاك فلوسك اللي انت تقدر تعمل بها اللي انت عايزه انت مسلوبة منك الاهم ميزة في الكرة وفي الرياضة مسلوبة منك مسلوبة منك عشان كده انت شايف اللي بيحصل ده عشان كده انت شايف ان مش دي فرقة نادي الزمالك عشان كده انت شايف ان مش ده نادي الزمالك ومش ده اللي يليق بنادي الزمالك ولا بإدارة الزمالك ولا بإعلام الزمالك ولا بلعبت الزمالك ولا بتشيرت الزمالك ولا بجمهور الزمالك زعلان وبيعبر عن غضبه مش عمرنا ما هنقدر نقولك لا انت هتشتمني هتشتم اي حد في المنظومة انت بتشتمنا لان احنا طرف في المنظومة دي احنا ما بنهربش وزي ما بنقول ان احنا جزء في اي انتصارات وان احنا بندعم وشغالين مساعدين احنا في الاخفاقات احنا بطلع انا بقولك انا عن نفسي او انا بعتذر بعتذر عن النتائج السيئة دي اسبابها وكل ده هنقشوا مع كل ديوفي لكن مش ده نادي الزمالك احنا عاديين امبالح ثلاث ساعات بندعم فيك لو بنتكلم حجارة كانت النهاردة نزلت كالة النيجيلة في الملعب والجمهور عملت هاشتاجات والناس عملت دعم وكل الناس وكل الصفحات وكل الدنيا اتكلمت هي الحاجة الوحيدة اللي لسه ما تحركتش يا لعبة نادي الزمالك معلش عذروني انت كلوك صحابي وحبايبي بس احنا كلنا من اول رئيس النادي مساشر مرتضى لحد ادارة الكرة لحد مديركم الفني لحد الاعلامين لحد الكرارات لحد كلنا احنا بنشيل مسؤولية معاكم بسبب شوية رعونة وشوية تراخي انت كرة واحدة جيبها جوني النهاردة اللي اتعاكسها تلتمية وستين درجة ومشان نطلع نقول اللي احنا بنقوله ده احنا بقانا قدي حضرتك عملين دافة وعملين دعم في سيادتك وسيادتك انت ودن منطين ودن منعجين انت مش حاسبين انت مش حاسب الجماهير اللي جاي من كل محافظات مصر النهاردة عشان تشجعك بتأزرق من الساعة اتنين الدهر وانت مش موجود وانت في الملعب ايه اللي فيك انا معرفش ايه السبب اللي مكتفك ايه اللي متققى رجلك انا معرفش انا ليا ان انت هتنزل تاكل النجيلة وتاكل الملعب عشان تسعدني وعشان تسعد ادارتك وعشان تسعد جماهيرك وعشان تسعد رموزك تسعد الكل تتكلمني عن اي حاجة تانية غير كده هقولك انا اسف هقولك انا اسف لاني المقصود نادي الزمالك هتتكلم على صفقات وفقت او صفقات ما وفقتش من جاب صفقات ما جابش صفقات من جاب من شرقي من جاب ساسي من مدى عبدالله السعيد من جاب من جاب كل اللعبة دي كلها هم هم اللجوم لكن التسعين دقيقة لا بتاعتي ولا بتاعت المقادرة دي ولا بتاعت الادارة ولا بتاعت الجزء ليدي بتاعت لعبة بتنفذ النهاردة اخطاء بالجملة النهاردة حالة من التوهان حالة من السرحان في أرض الملعب مش عارف سببها النهاردة أنا النهاردة بقول يعني نتعاقد مثلا مع مدير فني ليعمل خط هجوم بس للزمالك يعني يدرب مهاجمين بس ما أنا مش شايف بصراحة كل حاجة بتتعامل ما فيش حاجة بتحصل ما فيش حاجة بتترجم ما فيش حاجة مفيش فرحة احنا عايزين نفرح بيكو احنا عايزين نفرح بيكو واحنا انت أكتر واحد مستفيد احنا كل الناس ممكن تكون ما عبادتش مرتبت واخدت مكافئة الدوري دي واللي قبله واخدت كل مستحقاتك فين حقنا عليك فين حق الجماهير عليك فين حق الإدارة عليك فالناس كلنا زعلنين